نص ساعة صداح يا جيمي عفواً قبل ما أتكلم على صداح هواف بس عند روقتي هكذا فراجع لمطش مع بعض يا كريم فيما يخص طريقة اللعب لأ هو إحنا ما قلبناش 3-4-3 النهارات قلبت 3 دقيقة 3 دقيقة إنه كان محمد حمدي بيوقف شوية ما بيعملش عملية الزيادة في وقت من القوات لكن إحنا طول المباراة طول المباراة الكامل 7-85 دقيقة من الوقت الكامل ما قلبناش الطريقة ملعبنا أربعة في الخط الخلف حاله تفق جدا مع كل اللي قاله شاكر فيما يخص اللي نعكس الكبير والتغير الكبير فأداء زيزو من الشوط الأول للشوط الثاني لكن زيزو نهاردة كما كانش بالعبونج باك زيزو نهاردة لعب باك صريح مليون في المية ده مميز جدا جدا لكن ما ظنش نحن نقدر نعمل ده في مطشط كبيرة أو مطشط من بدايتها إن احنا يبتريب زيزو في البكريت نروح بقى لصلاح صلاح ثم صلاح ثم صلاح طول الوقت الناس مش اقول بقى الناس بتقدر صلاح ولا ما بتقدروش مش قضيتي لكن قضيتي دعا بنقدر صلاح جدا طبع بتكلم على الفترة اللي فاتت ماشي حتى اللي بيقدروش بيدي في ليفر بول ما بيديش منتخب مصر طب خليني اقولك إنه كابتن حسام حسن أما جا اتكلم على حسام حسن كلاعب مش كمدرب حسام حسن اللاعب ايه رأي الناس فيه عمل ايه المنتخب مصر ايه دا ولا مداشي ستورة حلو وبيلعب فين فرود صح فرق اللي جوال الدولية ما بين كابتن حسام حسن واحد من أساطير مصر وحسام حسن ومحمد صلاح مع فارق الجيل اللي صب مليون في المية في الجيل القديم فرق الأهداف تسعة أهداف فقط مع فارق سبعين مباراة زيادة لكابتن حسام حسن يعني بسبعين مباراة أقل محمد صلاح فرق بينه وبين كابتن حسن سبعة وخمسين جول لتمانية وستين رقم اثنين وراه على طول هداف الجيل الحالي هداف مصر في تاريخ تصفاكس العالم افر من وقت ملعبنا تصفاكس العالم حتى هذه اللحظة ده على صعيد الرقم على صعيد المسيرة مش بتكلم على مباراة النهار النهار ده تعال نفرج ونشوف دور صلاح بس أنا أتكلم على اثنين لعبها مع بعض مش صلاح بس جال هتكلم على صلاح وليه صلاح الدور الاول اللي محمود شرحه بشكل ممتاز ليه كم تكتف ليه مش عارف يعمل اي حاجة ليه مش عارف يتحرك وليه صلاح نسخة تانية تماما نسخة صلاح الاصلية ظهرت الشوت التاني تعال نشوف ونشوف مين اللي عيب كمان اللي ساعد صلاح يعني السجمن ده كله على صلاح بس هوريك مين اللي ساعد عملية التحرر عند صلاح بص هنا كريم القرى دي ونشوف التركيز على الجابها اليومنا اللي اندي هتكلم عليه بعد شوية الكرة هنا بقى عزيزو هتروح لصلاح وشوف صلاح هو بيستلم صلاح باصس بيشوف الراجل واقف فين الراجل اللي رايح بلاه وعي رايح ياجم زيزو البرمل اوت وسايبه كمل بص صلاح باصس على الراجل اوت كمل فريم اللي بعده فريم اللي بعده على طول بص مين بقى اللي عيبي اللي ظهر هنا وخلي بالك عشان اجيب لك كابل بص كل شوية نفس الصورة مين اللي عبي اللي واقفة للتمنتاشر امام عشور ظهور امام عشور طول الوقت في الممرات ظهور امام عشور طول الوقت في الاماكن او المسافات البيناية اللي ما بين اللي الاتنين خلى صلاح عنده دايما حل تاني مش طول الوقت انا عايز اروح حطها زي ما حطها في الجول في الكرة دي شبيهة بنفس الجول من نفس المنطقة بس الفرق انه زقهاها في كورة الجول اجيبها لك بعد شوية وهنا اديها لامام عشور طب تعال اشوف اللي بعدين يلا كمل ودي شاطها امام عشور قد صعبة جدا لانا امتحت رجله حفت بالعرضة وكاد ممكن تبقى الهدف الاول بكورة بدئها برضو محمد صلاح من ناحية اليمين الجارانتي صاحب الكورة منتخب مصر بص هنا الكورة دي اللي كان بيشرح جزء منها شاكر من شوية هتلاقي هنا امام عشور دور امام عشور في استلام الكورة انه يغير الكورة ناحية التانية عشان تروح لزيزو يحطها صلاح فين صلاح برضو وقف في الممر اللي عملية الخلخلة وعملية وجود لاعبين في المسافات دايما اللي ما كانتش موجودة في الشوط الاول حررت محمد صلاح وخلته في مكان اقرب للجول لان كانت مشكلتنا في وقت الحيازة والكورة معانا صلاح مش عارف يستلموا ومرتاح بص هنا اتنين لعيبة قطعين جوه لطمانتاشر من وراهم محمد صلاح في مكانه الطبيعة بص بقى في اخر الصورة فوق تركي بالك كابي بيست على خط التمنتاشر برضو امام عشور فتح ايده عشان صلاح لو لقاها مقفولة وحطها بالعرض يسجلها كرة اللي بعديها ماشي الفريم اللي بعده سددها طبعا صلاح دي كرة مروان بص الامام هترجع لمروان تاني كمل الفريم اللي بعده هترجع لامام بوش رجله خارجي هيودي صلاح انفراه برضو منين من نفس المنطقة من ناحية اليمين هيروح صلاح كمل فريم كمان بص هنا دخول صلاح جوه التمنتاشر بص مين اللي عيب على خط التمنتاشر يا كريم كابي بيست نفس الكرة صلاح بيخش في الممررة كماربعة اللي ما بين الظاهير والباك قلب الدفاع والظاهير الطرف يخش انسايد ويشوف الحل بقى عنده حلول عنده حل ممكن نلعبها بالعرض عنده حل انه ممكن يسجل لكن الهدف نفسه فيه تفصيلة مهمة جدا 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 تقل محمد صلاح 90% من الجول اي لعيب ارجع معلش الفريم اللي قبله اي لعيب اشول هيخش جوه التمنتاشر فريم كمان اي لعيب يخش جوه التمنتاشر فريم كمان اي لعيب يخش جوه التمنتاشر بس كده بس كده اي لعيب يخش جوه التمنتاشر يعملها كريم اول ما تفتح له النص متر اللي بين الاتنين لعيب الأولانين دول هيروح شايت لو عادي والصلاح ممكن يعملها كده ويجيبها جون عادي بل. هو بقى عشان يطمنها عمل ايه? رح هو وقف عليها واحدة. ماشي. ووقف على التاني. حد بلغة الكورة كده حكامها تحت رجله. حكامها تحت رجله ولاة الممر اللي اشوت منه الكورة. لحد ما الجمع بص هنا بقى بص هنا كريم. اللتنين اللعيبة واقفين على خط واحد مع الجون مع مع افة. الاتنين اللعيبة. صح. واقفين على خط واحد مع الجون مع افة. اه. مصاري الكورة وزاوية الرؤية مستحيلة. مش هيشوف. انا بقى رأيي ده. انه هو كان بيقفل زاوية الرؤية على الحارس خلاص. انا هكسفهم لك قدامك كلهم دلوقتي. مش هيشوف. اللي اطرا هنا انت كنت جايبها. لا الجول شايف. وشايف رجله فين. طبعا. طبعا. اهي دي. انا شايف. دلوقتي خلاص انا. بعد ما هيزوقت. بعد ما هيزوقت تانية. لو ارجع بقى. بعد ما هيزوقت تانية. بصة كريم كام لعيب في مصاري الرؤية بتاع الحارس. خمسة. لا ده غير بت مصر كمان. هيشوفها بامتى? هيشوفها بعد ما اتعدي كل دول. هيبتر يشوفها فهيروح يعمل. اه ماشي فريم كمان. هيروح يعمل الخطوة اليمين عشان يعمل التكوف. ويطير يشيلها. كمان. عشان عارف يعملها. قبل ما تروح قبل ما تروح الفريم ده. بصها بص يا كريم دي اخر بقى كورت الجول. وعجيب لك واحدة بعدها تانية. دي اخر لقطة. كورت الجول. كورت الجول. بص امام في وقف فين. انا جبت لك تلات لقطات. امام وقف في نفس الحتة. ص امام في المنطقة دي. ادى لصلاح حلول كتير. خلته طول الوقت. قادر يشتغل. تفصيلات مهمة جدا في الجول. بيقول لك ان ده محمد صلاح. هو ده الطبيعي بتاع محمد صلاح. الناس شافت الجندة كم مرة? مئة مرة مع محمد صلاح. فبالنسباني ما كانش مفاجئة ان محمد صلاح يسجل لنهاردة. عظمة. شكورك.